ردود أفعال غاضبة أبدأ الشارع في محافظة تعز إزاء تقرير منظمة العفو الدولية الذي تحدثت فيه عن تحويل مستشفيات المدينة إلى ثكانات عسكرية من قبل أفراد المقاومة الشعبية في الوقت الذي تعز تنتظر من الحقوقيين ومن المنظمات أن تلتفت لمعاناتها ولانتهاكة حقوق الإنسان التي تحدثها الميليشية في تعز نجد أن التقارير التي تتحدث بها المنظمات مخالفة للواقع تماما مخالفة لما نعيشه على أرض تعز منذ أكثر من عام يعلم جميع سكان المدينة أن أغلب هذه المستشفيات تعرضت للقصف من الميليشيات وهو ما ضاعف من تدهور القطاع الصحي في ظل الحرب التي تشنها قوات الرئيس المخلوع وميليشيا الحوثي على المحافظة ما فقم من معاناة المرضى ومن يحتاجون الرعاية الصحية بما فيهم جرح الحرب المستشفى الثورة العام بتاعز تعرض للقصف المباشر والشديد من قبل ميليشيات الحوثي وصالح أدى إلى تدهور أو دمار كامل في أغلب الأقسام المستشفى التفاقعنا بتقرير منظمة العفو الدولية الذي يقول بأن المستشفى ثكنة عسكرية المستشفى مستشفى إنساني يقدم خدماته الطبية والإنسانية لأبناء محافظة تعز المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي وصالح المستشفى بحاجة إلى دعم بالأدوية والمستلزمات والميزانية المستشفى الآن أصبح شبه منهار الثورة المستشفى الحكومي الوحيد إلى جواره مستشفى الروض الخاص والقليل من المراكز الصحية تحملوا الجزء الأصعب في هذه الحرب وعملوا على استيعاب الضحايا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في لحظة ما تزال تعاني هذه المستشفيات من غياب الموازنة التشغيلية ونفاذ الأدوية الطبية هناك بيانات موثقة من اللقنة الطبية أن أكثر من 37 مستشفى في هذه المدينة خارج نطاق الخدمة ولا يوجد في محافظة في مدينة تعز إلا مستشفيين هم المركز القراحي في هيئة مستشفى الثورة والمركز الباطني وأيضا مستشفى الروض الخاص الذين استقبلوا عدد هائل خلال هذه الفترة الزمنية التي عبثت فيها الميليشيات على مدينة تعز وما يقارب أكثر من 15 ألف قريح إلى الآن وأكثر من أربعة آلاف شهيد من الواضح أن للمواطنين هنا وجهة نظر غير تلك التي تبنتها المنظمة وعاملت على تصديرها للرأي العام فوحدهم السكان من يعانون جراء استهداف المستشفيات بأكثر من طريقة إما بالقصف الذي ألحق ببعضها دمار أو بحرمانهم من وصول معونات علاجية بسبب الحصار لا تقل صورة المستشفيات تدهورا ومأساوية أكثر من أوضاع المرضى والجرحى أنفسهم فتزايد الأعداد مستمر جراء الحرب في المقابل قصف واستهداف المستشفيات من قبل الميليشيات لتصبح أوجاع المدينة بين فكي الحرب والمرض وأيضا المشهد الثالث والأكثر سوداوية هو نقل الصورة الخاطئة من قبل بعض المنظمات حمزة أمين قناة بالقيس تعيز